وشي بسم الله الرحمن الرحيم الاستعدادات جيدة الصفوف مكتملة إن شاء الله المباراة القادمة أمام المرخية المباراة رح تكون صعبة فريق المرخية قدم مستويات متميزة آخرها كان مباراةهم الأخيرة أمام المتصد ردحيل قدم مستوي مميز جدا أعتقد الفريق جاهز وهدفنا الحصول على الفوز الثالث على التوالي من خلال بطولة الدوري طبعا مباراة ما رح تكون سهلة استعداداتنا وتركيزنا على المباراة قوي عشان إن شاء الله ننطلب ثالث نقاط وإن شاء الله يوفقنا إن شاء الله بالمباراة أعتقد الفوز الأخير على الشمال كان فوز صعب فريق الشمال ظهر بصورة مغايرة عن السابق لكن جميع المباريات في المرحلة الثانية وفي الاياب أعتقد المباريات رح تكون صعبة جدا جميع الفرق تبحث على الثلاث نقاط جميع الفرق لها هدافها من خلال المباريات القادمة جميعها مباريات حاسمة لكل الفرق سواء في البقاء أو المنافسة على المربع وحتى على المنافسة على لقب الدوري فريق المرخية فريق متطور يمتلك عناصر ممتازة يمتلك جهاز فني ممتاز أعتقد الاستقرار الفني الموجود في المرخية منذ الموسم الماضي يعطي الفريق ميزة ويعطي الفريق تناسق وانسجام أكثر لكن نحن إن شاء الله جاهزين للمبارة هذه ورح نتمنى أن نظهر بصورة أفضل من المبارة السابقة وأن نحصل على الثلاث نقاط من المواجهة القادمة طبعا المرخية فريق صعب نحاول نتسوي نفس ما المدرب قال نركز على التكتيك المدرب قال عليه وإن شاء الله نطلع ثلاث نقاط المبارة الجواب نفس ما هو تركيزنا فقط على المبارات المرخية وتركيزنا فقط على المواجهة القادمة اللي هي أمام المرخية مواجهة صعبة ننتظر ردة فعل قوية من اللاعبين في ظهار مكانياتهم والفوز في الثلاث نقاط إن شاء الله الكل صراحة في الدوري ملاحظة تطور الفريق في الفترة الأخيرة وهالدوري طبعا الكل يعرف أن العربي صار منافس صعب في البطولة وإن شاء الله بس التركيز المبارة الجاية اللي نطلع بثلاث نقاط يساعدوننا كثير إلينا اليوم لا توجد يعني ما في غيابات والكل جاهز عودة عبدالله الصليط يعتقد رح تعطينا إن شاء الله خيارات أكثر في الناحية الدفاعية كل شي وارد يعني الصدارة اللي نحن باقي كام جولة وإن شاء الله ما استطاعتنا نطلع بثلاث نقاط وتركيز المبارة الجاية الوصول مركزي الأول إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر